نعم وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة بشق تمرة يعني ما عندك إلا هذا ما عندك يا نور إلا تمرة خسمت بالنصبينك وبين هذا أبو ضياء باسم الله وإن لم يكن طب ما عندك شيء إيه فبكلمة طيبة فبكلمة طيبة يعني اجعل واقيا بينك وبين جهنم الكلمة الطيبة إن لم تملك شيئا تطعمه أول شيء بدأ بإطعام الطعام اسمع ولو بشق تمرة بعدين فإن لم يكن فبكلمة طيبة يعني هذا دليل لو عنده كلمة طيبة ما عنده إطعام طعام كمان هذا مصيب بخيل نعم وقال عمر رضي الله تعالى عنه البر شيء هين البر ما هو شيء هين وجهن طليق فريد ويش طال لا يجبها البسمة يتواب حاوص ما شاء الله وجهن طليق ها فريد ويش شاك حوله لا قوة إلا بالله العلي العظيم وجهن طليق ايه وكلام لين البر شيء هين وجهن طليق بس ما حلوة وكلام لين وإذا معه كمان طعام طيب أطيب واطيب وجهن طليق أكثر الناس ترى مقطبين وجوههم الله يرحمه صاحبك ها كان كلامه حلو طعامه طيب مين محمد عبد النبي أحسنت الله يجمع نبيه في الفردوس الأعلى يجمع نبيه في الفردوس الأعلى كان يغضب يدخل المسجد يشوف ناس فايته على الجامعة وكل أحد عاول والله يفوت لعندي غضبان زعلة لك كلهم طبهم لك يفرد ويشو لك جاء على بيت الله لك لبيت الله وحاطت العدي لك لا بيسلم لك لا بيحكي كلمة طيبة لك ما هنظلهم والله واحد بقيت مدة وأنا شو سيدات آآ من أجل أنه يحضروا معنا المجلس والله استوى لما نضج وكلنا رجلا يجيبوا معه بالسيارة يرغبوا والله جاء في اليوم الأول في اليوم الثاني ما جاء اتصلت به لك يا حبيب هاي أمنت لك سيارة تجيبك لهوني قال لي مشاء الله الله تركني تركني قال ليك حطيتني مع واحد لئيم أعوذ بالله والله قال ليك سلامة سلم علي حامل المسبحة الله أكبر الآن طلع معك واحد وخص آآ جاء أول مرة لك لك بسمي حلوة هيئ له أكل طيبة لك سره والله نفر معدو قال ليك سلامة اللي حاطت عنده ماسك مسبح هيك إنه والله رابطة شريفة ورد وردك الآن اترحي فيه وأكل طيبة وأخدته شي طعميته وصحة النابلسية بعد الدرس إكرام أنت صاده الله عجب هذا لأم مع بخل ذاك هؤلاء ما يستمرون مثل هذا قطع أبداً صار عبداً للدرم والدينار بخيل بخيل يعني لمرة مرة دعا إخوانهم وقال لهم قال لهم والله من عشرين سنة دعا إخوانه وقال له اشترينا هل ماكينة الكبة بعشرة آلاف ليرة سورية عملنا لكم كبة والله قلت له يعني هاي ساويت فيها كبة نعم هلأ حد كبة إنه مرة واحدة بسه الضيوف أنا ما بسكت من يعلم هذه الأمة إذا كلهم يستكتب هذا الوقح الحيوان طيب ماذا يعلمه برد بيتحيوان على الظروف ثانية ما عنده حياة هذا مو عيب عندك ضيف ها قل والله دفعنا ولا اشترينا أو تتكلم عن الغلاء الضيوف يأكلون تقول والله شي غالي وكذا واشترينا عيب هذا عيب وين هذه المرأة ماتت هاي ها أم ولا هاي اسمه لكنجو شيخ عمدي كنجو هذا المنشط صعبة ماتت رحمة الله عليها كعامية لك عنده فهم عنده فهم وعنده فن في الخدمة عجيب الشكل عجيب الشكل كان شيخ زوجة وأولاد يا من شيخ خلاف ولو خلاف نعم مستاذة النقشبندية أبدا كانت هيت صنعت غرفة خاصة في البيت للشيخ خلاف خزانة وسرير وقلبس كلها جاهزة مقفلة ما تفتح إلا للشيخ خلاف هذه وكانت تقول لي زوجي قم قم نظف السيارة قم لهب البنزين إياك أن تقف أمام كازية وشيخ يكون معاك إرشادات عجيبة عندما تشتري أشياء لشيخ خلاف شيخ زوجي مباشرة تنزع هذه التسعيرة شيء مكتوب أبدا عجب وتقول لأولادها نعم يعني ها أنتم الآن صلكم سمعة في العالم بفضل الله ثم صحبة الشيخ خلاف أنتم الآن هؤلاء أولاد أعمامكم ما أحد في الدنيا يعرفهم أنتم رفع الله ذكركم في الكون بفضل الله ثم بفضل الشيخ خلاف الشيخ خلاف الله يرزقنا التوفيق هذه امرأة يعني من عامة الناس هذه لكن ربي زينها بالفهم زينها بالفهم مثل زوجة هذا صاحبك أو سعيد الله مزينها بالفهم قالي ولدي خذ هذه السيارة صغيرة ودي الشيخ فيها أتلو أبدا زوجته الله يرضى عنها أبدا أتلو السيارة الكبيرة الجيب تعظيم للعلم بتركب الشيخ فيها ومرة رأتها وسيقة أتلو ومغسلها أغسل السيارة احتراما للشيخ إن شغل ما ذهب هي ركبت السيارة رضي الله عنها وأرضاها ذهبت المغسل وتركب الشيخ والسيارة وهي نظيفة أو السيارة الكبيرة والتعظيم للعلم الله يرزقنا الفهم الله يرزقنا الفهم فمرأة معظمة للعلم مثل هذه أعسى من ألف ألف امرأة تدعي وتدعي أنها وأنها وهي ما عندها شمة من هذه الأخلاق الطيبة ثم تريد أن تستر ذلك كله وأنا معي وأنا وأنا طب دعنا من هذا التخليط كله حسن الخلق الله يجم مننا مكار من أخلاق وقال بعض الحكماء الكلام اللين يغسل الضغائن المستكن في الجوارح يغسل هذا كلام اللين يغسل الضغائن إيش فيه ضغائن كلمة حلوة ها تغسل الضغائن المستكن الخفية في الجوارح الكلمة الطيبة تخجبها الله يرزقنا التوفيق ذلك قالوا التملق شرعا ممنوع إلا للشيخ وللوالدين قلت هذا البارحة صاحبك هذا الأسطواني قال لي ورب الكعبة ما أتملق قلت لك أنا ما عملك أنت متملق أقول الشيخنا كان يروي عن السلاف أنه بأن التملق بنسبه لك متملك أنت صادق فيه هذا بيسموه أهل الشام تمسيح الجوخ هذا الشرعا ممنوع إلا لاثنين لصنفين للوالدين وللشيخ عبد